بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة مع وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ أوضاع الطلاب اليمنين الدارسين في الجامعات السعودية ومعادلة الشهادات للطلاب وزيادة المنح الدراسية وثمن الوزير باسلامة في اللقاء بحضور سفير بلادنا لدى الرياض الدكتور شايع الزنداني جهود وزارة التعليم السعودية الداعمة للطلاب اليمنين بما يعكس توجهاته ومواقف المملكات الجاه اليمن قيادة وحكومة وشعبا